أهلا وسهلا بالجميع في ماما أفريكا نهاية دراماتيكية لمباراة تونس ومالي في كأسهم من أفريقيا بطلها الحكم سيكازوي يعلن عن نهاية المباراة قبل الخمسة دقايق في دقيقة 85 ثم يواصلها ويستراجع عن قراره لدقيقة 89 ثم يعلن عن نهاية المباراة قبل دقيقة 90 فرحة كبيرة للمنتخب مالي ولكن احتيش جهة كبيرة من المنتخب التونسي وهذا على حق أمام هذا الموقف الصعب لاتحاد الافريقي وبعد 25 دقيقة أو أكثر شوية يقرر العودة إلى الملعب وإنهاء المباراة الدقيقة اللي مازالت في الوقت القانوني والوقت الإضافي المحدد مسبقا بدقيقتين وهذا بصراحة غريب جدا يعني بعد 9 تغييرات ومرتين توقف رجوع للفار ومرتين توقف لشرب الماء يضيف لاتحاد الافريقي دقيقتين وهذا الكل بعد الجدل اللي صار على نهاية المباراة غريبة بعض الشيء مأزق قانوني كبير جدا للاتحاد الافريقي أنا أعتقد أنه رئيس الاتحاد التونسي كان شارس جدا ومحبش يرجع يكمل ثلاث دقائق اللي أعلن عليهم الكاف وهنا على علم هو بأنه في خلل قانوني وفي جدل قانوني كبير سيترتب عن ما حدث هو عضو في الاتحاد الافريقي وعضو تنفيذي فاعل جدا بيش يدخل فيه صديم كبير مع أعضاء الاتحاد الافريقي وجدل الافريقي كبير كلنا نعرفوا احنا في بطولة إعادة المباراة بيش تكون أمر صعب أنه تونس يكون فيج أو بيش يعطيه نقاط لتونس هذا تقريبا مستحيل ضغط كبير وقرار صعب 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 جدا أنا أعتقد غير موفق من الاتحاد التونسي لو رجع وكمل المباراة كان يكون أحسن له وبعدين يحتاج كيف ما يحب لأنه حتى ولو لعبنا عشرة دقائق موش ثلاث دقائق أو عشرين دقيقة أنا أعتقد وضع المنتخب التونسي كان سيء وسيء جدا على كل الجدل القانوني هو متسيد الموقف حتى في دقائق لفت العالم الكل العالم كل تكلم عليها كارثة للكورة الافريقية كارثة للحكم الافريقي كارثة لأمم افريقيا في حد ذاتها جدل قانوني كبير وكبير جدا للأسف أنا نتوقع أنه سيكازوي هذا الحكم عنده مشكل كبير جدا ومشكل صحي ورشح أنه تكون كورونا وعنده علم أنه عنده كورونا وذلك عليش كان على العصاب والشوط الثاني وذلك عليش قراراته كانت مرتبكة بشكل كبير أنا أعتقد كان عنده ضغط غير عادي ضغط ذهني غير عادي لكل ننتظر الأيام والساعات القادمة لأنه أكيد فيه جديد طبعا الحكم سيقع إيقافه وترحيله إلى بلاده نهائيا ولكن ممكن كذلك عقوبات كبيرة على الاتحاد التونسي لكورة قدم اللي يرفض العودة للملعب موقف مالي كان سليم رزعوا الأرض الملعب حب ويكملوا الوقت ولكن البند القانوني اللي اعتمد عليه الاتحاد الافريقي بشيغير الحكم ويكمل المباراة أنا أعتقد هذه عليها خلل وكلنا نعرف في افريقيا مش دائما القانون هو الفيصل تحت الكواليس وراء المكاتب تلعب كثير من الأمور في موضوع الكورة الافريقية